السلام عليكم ورحمة الله ومعاكم وسامة من قناتكم جاسمي زون. رجينا ببعض تاني علشان نتكلم عن منصة اوكي اكس اللي كنا تكلمنا عليها في فيديو قصير من حوالي اربع خمس ايام. آآ الفيديو كان عبارة اللي هو الاولين ده عبارة بس عن دقيقتين. انا كنت بس عايز اقول لك عن الامتيازات اللي موجودة في المنصة ديت. وكان مقدمة لو انتم حبيت ونتكلم بصورة اوضح عن المنصة. كنا هنعمل الفيديو اللي حب نتكلم عندي دلوقتي. ولقيت ناس كتيرة جدا بترشح انها هنعمل الفيديو دي او سلسلة عن المنصة. المنصة فيها امتيازات كتيرة جدا ابرزها انها بتدعم العملات آآ لمعظم الدور الشرق الاوصى بنفسها ان ابرزها الجنيه المصري والدورها من الاماراتي وما الى ذلك. غير ان المنصة بتدعم آآ فوق الربعمائة خمسين او ربعمائة سبعين تقريبا عملة رقمية وفيها امتياز انها ممكن اي عملة رقمية بتنزل جديدة بتقدر تطرح على المنصة وبالتالي تقدر تتداول وتستسمر فيها وتحقق مكاسب كبيرة وكان منها عملة اللي انا كنت اتكلمت علىها في الفيديو اللي فات كان برنامج هي عملة لسه هتطرح آآ بكرة ان شاء الله. فده آآ امتياز موجود كبير جدا في المنصة ان عملة زريات لسه هتطرح ممكن تقدر تتوفر لك في المنصة وتقدر تعلم منها ارباح كويسة جدا. المنصة استخدامها سهل وبسيط. النهاردة هنتكلم عن ازاي تسجل في المنصة? ازاي توصق حسابك بطريقة سهلة وبسيطة? ايه الامتيازات اللي انت هتاخدها بدون توسيق? وايه الامتيازات اللي انت هتاخدها بتوسيق? وازاي تشتغل على المنصة? وازاي تحقق ارباح من خلال بوتات التداول? وازاي تكبر رأس مالك? وياكاد تكون تضاعف رأس مالك بطرق سهلة وبسيطة جدا. خليك بس معي الغات الاخر علشان تعرف كل الحبشتكنات اتكلمنا عنها دي دلوقتي بالتفصيل في الفيديو. طيب المنصة زي ما انت شايف قدامك دلوقتي انا مسجل اصلا حساب ومسق حسابي زي ما انتم متعودين الناس القديمة اللي بتتبعني. انا اي منصة اه بتاعت عمنات رقمية بقدر اشتغل عليها سواء ازا كان بعمل اداع او بساسم الفلوسي فيها او بعمل تداول. فبالتالي انا بصورة شخصية وده الافضل بالنسبالي ان انا اوسق حسابي في اي منصة حتى لو المنصة ما بتطلبش في توسيق. اه المنصة بتاعت النهاردة اللي هنتكلم عليها زي ما قلت لك انا اختياري لها انك ممكن برضو تقدر تشتغل عليها بدون توسيق. مش زي مثلا لازم ولابد انك توسق حسابك عشان تقدر تعمل اي عملية او حتى لو توضع واحد دولار. انما منصة متاح انك تقدر تعمل عمليات بمبالغ كويسة يوميا من غير ما توسق حسابك. انا هوريك ازاي تفتح حساب جديد وبعد كده هخش على الحساب الرئيسي بتاعك عشان اقول لك الامتيازات اللي موجودة في المنصة. هنا طبعا انا هعمل بيديك هنا اختيار انك تعمل آآ تعمل اكاونت برقم التليفون او بالايميل. بس خليك فاكر دايما انك عملت بالايميل او عملت بالايميل لازم جوة من خطوات التوصيق الاولية هو بيديك طلب مراحل للتوصيق وكل مرحلة لها امتيازات. انك هتدخل الشقة التانية. يعني لو انا مسلا وسقت بالايميل مضطر كده كده هدخل التليفون والعكس الصحيح. تمام? آآ هنا ده كود الدعمة انا هسيبه لك تحت موجود تحت الفيديو او في المدونة في المقال بتاع الخاص بيها. انت بتدخل انا دلوقتي دخلت رقم التليفون اللي انا هسجل به ودخلت وبعد كده هعمل بعد كده كل اللي علي ان انا هحرك الشكل ده للمكان الفاضي عشان اعمل زي كده. بعد كده هيجي لي مفروض رسالة على رقم التليفون اللي انا سجلت به. كل اللي علينا دخل بس رقم الكود اللي جالي هنا. طيب ادي الكود اللي جالي. اربعة اتنين سبعة تسعة تسعة سبعة. خلاص. كونتينيو. هنا هحط الباسورد بتاعي. ماشي كتبنا الباسورد هدوس ناكست. عايز تفاعل عايز تفاعل البصمة او لا مش لازم لو انت عايز تفاعلها للامان ما فيش مشكلة. هنا اول ما بسجل بيجي لي عشان دخلت الريفرال كود طبعا بيجي لي هنا آآ رسالة ان انا اكسبت آآ بوكس هداية. كل اللي علينا انا هعمل اوبن. وهعمل اعمل كده بالتليفون. آآ هز التليفون. هيتفتح. زي ما انت شايف انا خدت تلاتة ونص دولار كهدية ترحيب للدخول المنصة. هدوس. آآ مفروض دي اول مرحلة في التسجيل. بعد ما بسجل طبعا لو انا عايز اوصق حسابي طبعا الشرح هيكون على الحساب الرئيسي. هنا بس انا بوريك ازاي تسجل. هخش هنا. هخش على زي ما انت شايف انا عندي هنا المستوى بتاعي صفر لان انا لسه ما عملتش اي تفعيل اي حاجة. زي ما انت شايف هو كاتب لي وبعد كده هنا بيقول لي انت المتاح لك انك توضع ومتاح لك انك تسحب آآ خلال اربعة وعشرين ساعة عشرة بيتكوين وده صحب كبير جدا يعني. آآ بتاع. 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 وده المهم عشان تسحب من المنصة مش متاح. طبعا ده هيبقى لازم التأكيد بتاعك. كل علاية ان انا هخش هنا هدوس آآ بتاعي. يعني مسلا لو انا من ايجيبت هدوس ايجيبت. لو انا من العراق هدوس العراق وهي بتدعم معظم الدول العربية. آآ هنا بيقول لك انت هتعمل آآ التوسيق بايه? الافضل ان انت تتعمل التوسيق من خلال البطاقة او الرخصة او انا من خلالي بعمل بالبطاقة بالرخصة القيادة بتبقى افضل عشان بس الاسم بالانجليزي فبمعظم المنصات ما بتبقاش عايز اختلاف في الاسماء بالعربي او بالانجليزي. لكن انت ممكن تعمل عادي بالبطاقة آآ البطاقة القومي بتاعك باللغة العربية. وهتدعمها فيش اي مشكلة خلاص. اهوريك دلوقتي ازاي تصور البطاقة عشان تطلع معاك بصورة كويسة. آآ او تتقبل بسرعة. هنا هشوف الحاجة اللي انا هعمل طبعا انا هختار وبعد كده هتحط هنا اللي هو رقم الرخصة. تمام? انا هنا دخلت رقم الرخصة والاسم الاول والاسم التاني ولازم يكون مطابق للموجود سواء ازا كان في الرقم القاومي او في الرخصة بتاعتك. وبعد كده هدو هو هنا بيقول لي الرقم ده متاخد في توصيق لحساب تاني طبعا عشان انا بمسك بيه حساب الرئيسي. انت هتعمل البيانات دية دي اول مرحلة في ان انت هتسجل بياناتك الشخصية. هيجي لك هنا برة ويقول لك تمام انت كده اول مستوى اللي هو خلاص اتوسق ما فيش اي مشكلة. هتخش بعد كده على هيطلب منك البيانات او الصور اللي متوسق فيها البيانات الشخصية اللي انت عملتها اللي انا ده قلت رخصة القيادة برقم كزا آآ وباسم كزا. كل اللي علي ان انا هخش بعد كده هيطلب مني الوش والظهر بتاع صورة الرخصة القيادة. كل اللي عليك ان انت هتصور صورتين واضحين مش مهزوزين وهوريك بتصوره ازاي? زي ما انت شايف? انا طبعا انا خايف البيانات. كل اللي عليها ان انا هبقى ماسك زي ما انت شايف كده باداية كده من على الحرف ماسك الرخصة مصورها خلفية ما يبقاش فيها عشره وبصورة مش مهزوزة. كل اللي عليها ان انا هرفع صورة آآ وش الرخصة او وش البطاقة بالمنزر ده. والظهر بنفس الكلام. واحطهم في الاماكن اللي هو هيطلب مني فيها التوسيق اللي هو هيقولك حط الواجهة الامامية والواجهة الخلفية. بعد ما يطابق الاصل بتاع الوش البطاقة وظهر البطاقة بالبيانات الشخصية اللي انت عملتها هيقولك في خلال يوم طبعا الموضوع بكل ما بياخدش دقايق يعني ممكن يعني بحد اقصى خلال يوم هيقولك ان خلاص تم التوسيق او ترفض ويقولك ارجع عيد تصويرهم من تاني واحيان ممكن يطلب منك خطوة زيادة وهي ان تصور كده وهو هيديك بشكل بيضاوي انك تصور طبعا الحاجات دي كلها حتى لو موجودة متاحة مش هتظهر قدامك لان دي بتبقى خطوات سرية فمش متاح انك تظهر يعني. خلينا بقى نخش على حسابنا الرئيسي علشان نشرح الحاجات اللي احنا جايين نتكلم عليها النهاردة. رجعنا هنا للحساب الرئيسي بتاعي اللي انا مفروض موثقه. التوسيق سهل جدا وهوريك دلوقتي ان انا موثق حسابي بكل سهولة. زي ما انت شايف المعلومات الرئيسية بتاعتك انت متاح لك هنا انك من بس اللي هي البيانات الاساسية انك تقدر تسعب كل اربعة وشرين ساعة امتين بتكويف ده مبلغ جبيل جدا. وهتعمل انك تقدر تغير عملات وتسحبها من قايمة من شخص لشخص. مسلا الوليكم مسلا بحد اقصى تسعة تلاف ستواتمائة وتمانين وده برضو مبلغ مش وحش. الخطوة التانية اللي هي احنا قلنا بالصورة بتاعة الوش والظهر بتاعة رخصة القيادة او بالبسبور او بالرقم القومي. متاح لي طبعا في الاربعة وشرين ساعة خمسمائة متكوين ومتاح لي في البيتو بي مية تلاتة وتسعين الف او مليون تسعمائة مليون تسعمائة ستة وتلاتين الف يعني. مبلغ ضخم جدا صعب جدا حتى في اليوم يعني. اه هنرجع بقى مع بعض تاني. هنا في حاجات اه ما بتتحشي ليك الا في التوصيق. حاجة مسلا زي الريورد. البند بتاع الريورد دوت اللي احنا كنا تكلمنا عنه برضو في النبزة المختصرة الاولانية. انا هنا كل ما بسجل تسجيل دخول يومي انا باخد خمسين ساتوشي وهي عملة صغيرة من عملات البيتو كوين. بقدر بس من خلال تسجيل الدخول اليومي من غير معمل اداع ومن غير معمل اه حاجات غريبة من اللي كانوا بيعملوها دي اتيقول لك اه موقع بيديك ساتوشي مجاني هنا انت بالطريقة سهلة جدا من غير ما توجع دماغك. مجرد ما تسجل دخول للمنصة كل يوم انت بتاخد ساتوشي مجانا خمسين عملة ساتوشي مجانا. غير ان انا مسلا بيتحلي حاجة زي الموجودة تحت عندك ديت ان انا من خلال الميت ساتوشي بعمل عشان اكسب عملات بيتكوين او حاجة جدا زي عجلة الحظ يعني. تمام? وهنا فيه آآ غير التسجيل الدخولي اليومي انك مسلا آآ انك تعمل آآ اوفر تلتميت يو اس دي تي فبالتالي انت هتاخد ميت ساتوشي هدية. يعني كل حاجة انت هتعملها برضك في في انت مسلا هتعمل تريد فوق تلتميت دولار هتاخد آآ ميت ساتوشي. كل معاملة انت بتعملها بتاخد عليها ساتوشي هدية. ودي حاجة كويسة جدا انت في عملات كده عملت لقاطها طول ما انت ماشي. عندنا حاجة تانية هنا 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 دي آآ سنديء بتتوفر لك برضو من دخولك اليومي ومن خلال لو انا عملت دعوة لاشخاص اللي هي خلينا نطلع برة هنا. هطلع برة. وهخش هنا على هعمل هيجيلي آآ لينك. مفروض هنا باخد اللينك ده باشايروا للناس اللي هتخش من خلال المنصة وبالتالي من خلال ما يخش من خلال الناس اللي هتخش معايا ديت هقدر ياخد سنديء مجانية بالمانزر اللي انت شفت قدامك دلوقتي اهو. هخش هنا اهو. مجرب ما انا ادوس على الصندوق وهعمل هعمل هعمل هز الصندوق كده خط واحد دولار آآ ربيت كارت تمام? ودي واحد تاني. طبعا كل ما بتعمل كتير بيجي لك اه هو هنا بيقول لي انت اخدت الصندوق ده. معا لأ يعني. ما علينا. وزي ما شفنا في الفيديو بتاع سويت كوين ادي العملة بتاعت سويت هي هتبدأ تنترح خلال اتنواشر ساعة يعني على بكرة ان شاء الله تكون مطروحة في آآ المنصة بتاعتنا بتاعت النهاردة اللي هي اوكي اكس. آآ هندوس هنا على مور. ادي هنا الحاجات المتاحة لانا النهاردة نقصاتي يكون الشرح من على الموبايل لان في ناس بتقول لي احنا موظم شغلنا على الموبايل مش على المتصفح على الكمبيوتر فبالتالي يخلي شرحك على الموبايل. هنا يهمنا برضو خانة البيتو بي للناس اللي كانت سألت عن آآ وسائل السحب اللي موجودة في المنصة عشان تقدر تسحف فلوسها بعد التداول وتبدأ تكسب يعني. هشوف هوك مسلا عندي في السل. آآ عندي هنا زي ما انت شايف بيبقى بياخد الواحد دولار باتنين وعشرين جنيه وواحد وخمسين قرش. ده حاجة كويسة جدا انا شايف كمان ان هو اعلى من المناصات التانية في آآ التبديل. هنا برضو في وفي 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 وفودافون كاش وزي ما انت شايف اسعار زي ما انت عايز. طبعا انت هتشتغل مع الناس اللي هي بيكون حسابا موسق ويكون عملت عمليات يعني مسلا واحد زي ايه هي مسلا عامل آآ الفين تلتمائية وتمانين معاملة بنسبة نجاح تمانية وتسعين وتلاتة من عشرة يعني ده بني ادم سريع ومصدر ثقة ان انا اقدر احط الفلوس بتاعتي معاه وبدلها بفودافون كاش. طبعا الكلام ده كله احنا هنشرحه بعد كده بصورة تفصيلية آآ كويسة قوي. هرجع تاني بره للقايمة الرئيسية بتاعتي وهخش على آآ وهي النقطة المهمة بالنسبة لنا ان انا ازاي اشتغل وضاعف رأس المال بتاعي او ان انا آآ استسمى الرأس المال بتاعي بدل ما انا سايبه كده مالوش اي تلاتين لازمة. لو دغطت تحت هنا على طبعا انا ممكن برضو هنا من بره تاني بره من بره هنا وهلاقي اللي موجودة عندي هنا وهخش على قسم هتلاقي عندي وعندي 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 مسلا حاجة زي البوت. آآ هنا يا سيدي بيديك حاجتين اما اللي هي الاستراتيجاب بتاعت البوت بخصائص الزكاية الاصطناعي. او ان انا اعملها طبعا الزكاية الاصطناعي هنا هو هيقول لي آآ انت عايز تحط مبلغ قد ايه. هاختار طبعا زوج العملات اللي انا هتداول عليه. وليكن مسلا البيتكوين مع اطلع بره. هو انا كده اخترت الزوج اللي انا هشتغل عليه او العملة اللي انا هشتغل عليها. وهقول له مسلا حطي لي مية في المية من المبلغ او خمسة سبعين في المية من المبلغ او خمسين او زي ما يكون. وبعد كده اعمل هو هنا بيقول لي ان انا هشتغل هعمل سبع بس معاملات او سبع عمليات بيع وشيرة في خلال الحد الادنى للسعر والحد الاعلى للسعر. ودوس او ان انا اطلع هنا وقول له هنا اقل سعر انت هتشتغل عليه واعلى سعر انت هتشتغل عليه. هحط هنا اقل سعر مسلا وليكن مسلا يعني هحط عشرين الف واعلى سعر مسلا تلاتة وعشرين الف. مسلا انا بدي حاجة تقدرية. وبعد كده هاجي هنا على الشبكة اختار اعمل كام معاملة هتبقى في خلال الرنج دوت. هعمل ميت معاملة او خمسين معاملة. وليكن مسلا خمسين سوري خمسين. تمام? هعمل خمسين معاملة بس او تمانين. هو هنا بيقول لي ما بين اتنين لخمسة وستين. خلاص خلينا في الخمسين. وبعد كده هتحط آآ العملة بتاعتك باليو اس دي تي هتحط قد ايها مسلا وليكن هحط الميت دولار وبعد كده هدوس. انا خليني هارجع هنا للاستراتيجي اللي هي آآ بالزكاء الاصطناعي هو حدط لي ومزبط لي كل حاجة وبعد كده ادوس كريت. واجه هنا تحت على التي بي اي والاس ال ديت والستو بلوز. هنا بيقول لي هعمل انا ابدأ اسحب الفلوس بتاعتي وقت ما وصل للسعر الفلاني او اعمل لو وصلت للسعر الفلاني. بحدد له الرقم اللي انا هعمل عليه واعمل له الرقم اللي انا عايزه يوقف فيه خساره عشان ما اخسرش لو انا نايم والعملة انهارت فبالتالي هيعمل وبعد كده ادوس تمام عندي هو هنا ظهر البوت اللي انا مفروض عملته. هو هنا بيقول لي المعلومات بتاعت البوت بتاعه هوت. طيب نفترض دلوقتي انا عايز اوقف البوت ده خلاص انا خلص ازا كان ربيحت او خسرته وعايز اوقفه. كل اللي علينا انا هعمل هيقول لي هنا هوقف البوت دوت وبيع كل عملات البيتكوين ورجعها لك تاني او ده انا اقول له وخلي عملات البيتكوين زي ما هي طبعا انا هروح اقيل له وبيع لي كل عملات البيتكوين ورجع لي الاصل ليه آآ تمام? انا هسيب البيوت مفتوح ونشوف نصبنا معي ايه وهنشتغل عليه ازاي? طبعا دي مش كل حاجة موجودة في المنصة بتاعت النهاردة بس انا كلمتك على شوات حاجات بسيطة عشان اوريك الامتيازات بس اللي موجودة في المنصة. المنصة لسه فيها حاجات كتير زي واللاندينج وحاجات كتيرة جدا وازاي اتداول وازاي استسمي الفلوسي وازاي ضاعف رأس مالي. احنا بدأنا بس بخطوات بسيطة وان انا اسجل ووسق حسابي وابدأ اول عملية تداول واكسب اول فلوس اللي هي الهداية الترحيبية سواء اذا كان واحد دولار او تلاتة دولار او عشرة دولار زي السنديق المجانية والهداية بتاعة آآ عملات اللي انا باخدها من التسجيل اليومي ومن المعاملات اللي انا بعملها في حاجات كتيرة جدا لسه نشرحها في المنصة في فيديوهات تانية بس عشان ما نطولش الفيديو احنا حبينا نعمل بس الفيديو ده النهاردة عشان الناس اللي طلبت آآ طريقة التسجيل والتوسيق وفي نفس الوقت عشان نلحق العملة بتاعة السويت كوين اللي هتنطرح آآ قريبا على المنصة فعايزين نلحق الاستفاب منها سجل بسرعة ووسق حسابك طريقة كلها مش تاخد منك خمس دقايق علشان تبدأ تستفاد من رأس المال المجاني اللي انت هتاخده من عملة سويت او انك تقدر تعمل اول عملية اداع في المنصة وتبدأ اول عملية تداول عشان تكسب الهدايا المجانية من عملات الرقمية الساتوشي او السنديق المجانية اللي بتقدمها لك المنصة ان شاء الله انتظروني في شرح تاني والسلسلة للمنصة بتاعة اوكي اكس بكل طرق المكسب والربح اللي فيها كان معكم اسامة اشوفكم على خير السلام